موسيقى بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في المنتوع عوياً في إطار المبادرة الرئاسية مريك بناجا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يستهدف التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والتعريف بسبر الهجرة الآمنة ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأطار السلبية المترتبة على تلك الظاهرة حيث تضع وزارة الهجرة قضية التوعية بسبر الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها من خلال حملة التوعية كبرى بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتحذرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتعتمد الحملة على جميع وسائل الإعلام في نشر أهدافها ومنها وسائل التواصل الاجتماعي وتعتمد الحملة أيضا في جزء كبير منها على لقاءات التوعية المباشرة في القرى الأكثر تصديرا للهجرة إلى خارج الوطن وتتضمن الحملة تعريف الشباب بالأسليب الصحيحة لتحقيقة محاطيهم وأحلامهم من خلال سبل الهجرة الآمنة التي تتوافق مع بنود القانون المصري والدولية وتضمن الحياة الآمنة والمستقرة في بلدان المهجر دون تعريض سلامتهم وأمنهم للمخاطر أو تجارة الموت ولمواجهة تلك الأفة أكد البعض على ضرورة تصديط الضوء على ما تتيحه الدولة المصرية من فرص بديلة آمنة للشباب من خلال فرص العمل المتوافرة بالمشروعات القومية وعلى نفس المنوال طلب أعضاء بمجلس النواب بضرورة وجود عقوبات رادعة على السماسرة الذين يغرون الشباب باستفر إلى الخارج وبيع الوهم لهم بتوفير فرص عمل جيدة كما طالب بعض الخبراء المجتمع الدولي بضرورة التضامن لمواجهة هذه الضواهر ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين أهلا بكم الجديد مشاهدينا زي ما تابعنا التقرير عن الهجرة غير الشرعية والجهود اللي بتقوم بها الحكومة والدولة المصرية في هذا الإطار وإحنا شفنا في الأيام الأخيرة بعد وفاة 11 شاب من إحدى قرى محافظة الدقالية خلال محاولتهم للهجرة غير الشرعية وإزاي الأقوة حتفهم وده بيطرح أو بيعيد تجديد طرح هذه القضية من جديد رغم المجهودات المطروحة وزي ما شفنا في التقرير المبادرة بتاعة مراكب النجاة اللي أطلقتها الحكومة المصرية هنتكلم أكتر عن هذا الموضوع مع الأستاذ محمد القزاز نئب رئيس تحرير الأهرام المتخصص في الهجرة غير الشرعية أستاذ محمد أهلا بك وصباح في الفن أولا قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع المتجدد بين الحين والآخر خصوصا لما يكون في حدثة زي الحادث الأخير اللي راح ضحيته 11 شاب في عمر الزهور لو تعرفنا سريعا للي مش متابه إيه الحدثة الأخيرة اللي حصلت لي أبناء إحدى قرى محظمة ده طبعا دي مأساة تدمي القلوب يعني حوالي 70 شاب من قرية واحدة وده كمان الرقم نازم نقف عنده تم تجمعهم وبالتالي السفر عبر السلوم عبر الطريق البري ولماذا الطريق البري هابقى أولي حاجة عليه وذهبوا إلى ليبيا ومن ليبيا كان استقلوا مراكب مات 11 وفيه 50 لا نعلى يعني مفيش حد يعرف عنهم حاجة والباقي باقي حتى يمكن 59 من عرفش عنهم حاجة فيه مأساة كبيرة جدا أن شباب في عمر الزهور يموتوا غرقا أن الباقي لا يعلم أحد عنهم شيئا لكن دي بتفتح حاجات كثيرة جدا هذه القضية تحديدا أو هذا الغرق الشديد ده بيذكرنا بالحادث الشهير في رشيد عام 2016 تحديد سبتمبر 2016 بردوك لما كان فاجعة فجعت بها مصر من موت شباب في هذه السن في ذلك الوقت أتحدث عن أنهم ذهبوا إلى السلوم منها إلى ليبيا لماذا؟ لأن السلطات المصرية منذ أكتوبر 2016 وحتى اللحظة وبشهادة الاتحاد الأوروبي اليوروبول أنه لم يخرج أي مركب من مصر يحمل مهاجرين غير الشرعيين هذا يوضح في جانب مجهود الدولة في ألحد أقول المنع من الهجرة غير الشرعية في ألحد الكبير جدا من الهجرة غير الشرعية سواء من خفر السواحل كتجديد أمني أو وزارة الداخلية كمتابعة وبالتالي أيضا وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج من خلال الدور التوعوي والمجهود الذي تقوم به سواء في مراكب النجاة هذه المبادرة الكبيرة التي أطلقها رئيس سيسي في إحدى متدايات الشباب وبالتالي دور هذه المبادرة هو توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية أقف عن خطورة الهجرة غير الشرعية وليس خطورة الهجرة الهجرة مطلوبة دائما وأبدا لكل الناس شرط أن تكون هذه الهجرة آمنة ونظامية ومنتظمة لكن أن تكون هجرة سرية أو هجرة غير نظامية أو هجرة غير شرعية بهذه المساميات فيها تشكل خطورة كبيرة جدا ليس فقط في الوصول إلى أوروبا عبر مخاطر الهجرة سواء من ركوب مراكب أو السير في أدغال السحراء ولكن أيضا أن هذه الهجرة غير النظامية حينما يصل المهاجرون إلى أوروبا في الغالب الكثير أنهم لا يجدوا عملا بسبب عدم التأهيل بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا منذ أكثر من عقد من الزامن يمكن من وقت الأزمة الاقتصادية 2007 و2008 فضلا عن عدم تأهل هؤلاء المهاجرين لفرص العمل المطلوبة أيضا في أوروبا فضلا عن ذلك أن من هؤلاء الضحايا كان أطفالا أطفال صغار موجودين على ماتن هذه المركب لا تتعدى سنهم 13 أو 14 سنة ما تغرقا هؤلاء كانوا يحملون أحلاما أو أوهاما إذا صح التعبير بالوصول إلى أوروبا بالتالي أن يذهبوا إلى دور رعاية تقوم بتبنيهم وتقوم برعايتهم وتأهيلهم لكن المأساة الكبرى أن هؤلاء الأطفال الصغار حينما يذهبون إلى أوروبا يتركون دور رعاية ويهمون على وجوههم في شوارع أوروبا وقد رصدنا ذلك في 2014 حينما وجدنا أن أطفالا مصريين صغارا وصلوا بهم أن نرتكبوا جرائم سريقة وتعدي وتحرش وتجارة مقدرات وما إلى ذلك طيب أستاذ محمد هل السبب في قدوم أو إقبال الشباب على اتخاذ مصار الهجرة غير الشرعي والسفر إلى دول أوروبية هل العامل الوحيد للهجرة هو عامل اقتصادي ولا في عوامل أخرى بتدفعه إلى الهجرة وركوب مراكب الموت زي ما ممكن العامل الاقتصادي وهم كبير يعيشه الناس حينما تسألهم لماذا أنت تسافر فيتحجج بالعمل الاقتصادي إذا ذهبت إلى قرية تلبانة والقرى التي يسافر منها المهاجرون ستجد أن هذه القرى وضعها الاقتصادي وضع مردي جدا ستجد أمارات وستجد فيلال وما إلى ذلك على حين أن بجوار هذه القرى قد تجد قرى فقيرة جدا لا يسافر منها أحد لكن القرى التي يكسر منها المهاجرون هي القرى التي يكسر فيها الهجرة هي القرى التي فيها المهاجرون بالأساس الفكرة ليست عامل الاقتصادي بالأساس الفكرة أو الأساس هو التقليد هو التباهي بأن أسافر إلى أوروبا بأن أكون مثل فلان هذا ليس عند الأطفال أو عند شباب فقط بل عند أهاليهم أيضا لا تحدثني أن هؤلاء الأهالي المكلومين لم يكنوا يعلموا بخطورة الرحلة وبأن أبنائهم عرضت الفقد وأنهم قد يموتوا في الرحلة بل هم في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان هم من موالوا هذه الرحلة بالتأكيد من موالوا هذه الرحلة لكن دعني أقف عند أمر هام آخر السمصار الذي ظهر اسمه في الحادث وهو محمد أبو صامرة في ليبيا هذا السمصار هو من القرية نفسها وبالتالي قام بفعل ذلك مع صمصرة أخرى ومجدين في القرية وأيضا حينما تقرأ الحادث أن الباقي المفقودين هم مع المافيا الإيطالية الحقيقة أنهم مافيا مصرية في إيطاليا ومعرفين للسلطات الإيطالية ومعرفين للسلطات المصرية هؤلاء الشبكة وما يطلق عليها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية سمصرة في الداخل سمصرة في ليبيا سمصرة أيضا في إيطاليا بل في كثير من الأحيان السلطات الإيطالية قبلت على مصريين كانوا ينتظرون المهاجرين المصريين حينما يصلوا إلى الشواطئ الإيطالية وبالتالي يقومون باحتجازهم ما لم يدفعوا فدية مرة أخرى إلى فلان من نصر فإذن الجريمة هذه وما يطلق عليها الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعل الحديث تفضل طيب عزرا للمقاطعة أستاذ محمد ولكن كان فيه تحرك أيضا من جانب السلطات في مصر خصوصا على الصعيد التشريعي بتغليض العقوبات على السمصرة وكل من يسهل عمليات التهريب أو المساعدة في الهجرة غير الشرعية سواء من مصر أو حتى بمحطات غير مباشرة قبل الوصول إلى الوجهة اللي هو بيتجه إليها المهاجر غير الشرعي إلى أي مدى القانون المصري نجح في كبح جماح أو التقليل من هؤلاء السمصرة أو كبح أغراضهم الدنيئة إذا صح لنا القول في تقليل عمليات الهجرة غير الشرعية وهل برضو القانون ممكن يطبق على أولياء الأمور أو الأهالي اللي سهلوا لأولادهم عمليات الهجرة من خلال إعطاهم أموال للهجرة غير الشرعية طيب أنا ده سؤال مهم جدا بس في التقرير كان هناك حديث عن أن نوابا في البرلمان يطالبون بتغليض العقوبة هؤلاء النواب لم يقرأوا ما شرعه البرلمان المصري في نوفمبر 2016 في البرلمان بالقانون رقم 82 لسنة 2016 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 نوفمبر 2016 هذا القانون يغلز العقوبات على السمصار وعلى المهرب وعلى كل من يشترك في عمل التهريب عدى المهاجرون لأنهم ضحايا لأنه تم التقرير بهم لا أظن أن أي قانون في أي دولة يعاقب الأهل بأنه سمح لابنه بالسفر أو أنه يعاقب المهاجر لأنه فكر في الهجرة لأنه في الغالب يتم التقرير به يزين له هؤلاء الشياطين أو هؤلاء السماسرة الهجرة إلى أوروبا بأنه سيجد فرصة عمل بأنه سيكون مثل فلان وبالتالي يدعب أحلامهم الصغيرة ويحول الأحلام إلى خيالات وإلى أهام وبالتالي ينتهي بهم المطاف إن لم يكن غرقا في البحر فلا شيء في أوروبا وأنا في تتبعي لقضية الهجرة في أكثر من بلد أوروبي وجدت مصريين كثيرين لا يجدون عملا على الإطلاق ذلك أنه قرر الهجرة من مصر دون أن يستعد لهذه الهجرة سواء بتعلم حرفة وهي أوروبا تحتاج إلى هذه الحرف بكثرة أو لم يتعلم لغة كي يتعينه في البحث عن عمل في أوروبا كثير من المصريين في أوروبا بالذات ممن لجوا إلى الهجرة غير الشرعية لا يجدون لغة البلد التي يعيشون فيها على الإطلاق ولا يمتهنون مهنة لها ده هو لم يفكر أساسا في امتهان مهنة في مصر كي تكون عاونة له في أوروبا هذه كرثة كبرى تتحدث أيضا عن القانون القانون غلظ العقوبات بشدة على كما ذكرت على المهربين وعلى السماسرة ولكن السؤال المؤلم حقا هل لا نعلم من هؤلاء السماسرة؟ هؤلاء السماسرة معرفون بالاسم وحضرتك بتقول هؤلاء السماسرة معروفين بالاسم طب يعني ربما السؤال البديهي ليه لم يتم التعامل معهم بشكل راضع يكبحهم عن التغرير بآخرين؟ يعني لعل هذا الحادث لمرة أخرى يكون جرس إنذار قويا للقبض على هؤلاء السماسرة قبل هذا القانون وكان وحدة الهجر غير الشرعية بمبحث الأمور العامة الآن هي أصبحت وحدة مستقلة بالهجر غير الشرعية كان هؤلاء يلجأون إلى قانون التوارئ لأنه لم تكن هناك مواد تعاقب السمسار أو لا تعاقب المهرب كان يلجأون إلى القبض عليهم تحت قانون التوارئ واعتقال هؤلاء الناس الآن لدينا قانون والآن هذا القانون مفز بالفعل على بعض الحالات ولكن يحتاجوا جهدا أكبر من وزارة الداخلية ومن العاملين في هذه الوحدة سواء في جباية المحافظات لأنهم يعلمون أو هؤلاء السماسرة معلمون للجميع منهم المدرس ومنهم الحلاة ومنهم تجري الفكهة وما إلى ذلك هؤلاء يدعبون أحلام الشباب وبالتالي ينسكون مع أطراف أخرى غالبا هذه الأطراف المصرية سواء في ليبيا سواء في إيطاليا معلومون للجميع في 2014 حينما كنت أتتبع هذه القضية في إيطاليا وأتتبع الشباب المصريين قال لي أسفير المصري وقتها أن السلطات الإيطالية تعلم المهاربين المصريين في كل مكان في مصر وفي إيطاليا إذن هؤلاء معلومون للجميع المأساة حقا الذي تتكرر دائما ويعلمها الأبناء من قبل السفر بل ويعلمها الأهالي من قبل السفر أنه يمارس على هؤلاء الأطفال ويمارس على هؤلاء الشباب إرهابا منظما في رحلة الهجرة لا أصدق تماما أن طفلا سنه 14 سنة مات غرقا هذا الطفل أميل إلى كثرة الحوادث السابقة أنه تم إغراقه لأنه خاف من إطلاق النار لركوب المركب من لم يسمع كلام المهارب في هذا التوقيت يلقى في البحر أكثر من حادثة كان شاهد عيان عليها مهاجرون قالوا أن كثيرا من الشباب من لم يطيع أوامر المهارب يلقى به في البحر أميل إلى ذلك وكما ذكر الأهالي أن المهاجرين كان يطلق عليهم النار لإرهابهم ولسرعة ركوبهم من المركب حتى لو كما عارفين أن المركب يكون محمل بأكثر من العدد وربما أصلا يكون عنده مشاكل فنية بالتأكيد هو محمل بأكبر من العدد المسموح به وبالتأكيد أن لديه مشاكل فنية لأنه يعلم أن هذا المركب حينما يوصل إلى الأطفال لن يعود وبالتالي يتجه إلى اختيار مركب سيء جدا لأنه يعلم أن فلوس هذا المركب لن تعود مرة أخرى أتحدث الآن طب عذرا أستاذ محمد للمقاطعة ولكن على ضوء النجاحات والإشادات من سلطات الأوروبية ودول الأوروبية بالجهد المصرية وعدم وجود مراكب هجرة غير شرعية تنطلق من السواحل المصرية إلى أوروبا إلى أي مدى بتشوف في تحول بالفعل من قبل الشباب اللي بيحاولي هجرة غير شرعية للذهاب إلى دول أخرى زي ليبيا أو غيرها لمحاولة الهروب هل المحاولات دي قلت عن قبل كده لما كانوا بيهربوا من السواحل المصرية؟ آه طبعا بالتأكيد قالت كثيرا جدا وكما ذكرت حضرتك أن شرطة الأوروبول هي التي أشادت بأنه في المهاجرين المصرين على وجه التحديد قلت نسبتهم بنسبة كبيرة جدا لعل برضو بشكل عام في خلال السنتين الماضياتين تم الهجرة لم تكن بالشكل المفزع الذي رأيناه عام 2015 كأكبر رحلات للهجرة إلى أوروبا على مدار تاريخها ذلك لسببين مهمين جدا السبب الأول هو ما يجري في ليبيا من حروب وبالتالي خلى أو جعل الكثيرين من المهاجرين يلجؤون إلى ترك أخرى للهجرة غير المصار الليبي الأمر الآخر وهو كورونا وتجديد الإغلاق من الدول الأوروبية لمنع المهاجرين وإن كانت إلى حين ولكن في كل أحوال تم الأعداد لم تكن كبيرة لكن ده أنا أتحدث عن أمر مهم جدا منذ أيام نشر جرية الأرام تقريرا أن ألمانيا تطلب 400 ألف عامل أتحدث عن عامل إذن أوروبا تحتاج حتى اللحظة إلى عمال أصحاب مهارات بعينها فلماذا لا نفكر؟ بالفعل نفكر ولكن أصلي لماذا لا يلجأ هؤلاء الشباب الراغبون في الحلم بالسفر الأوروبا إلى تعلم هذه المهارات؟ ومن ثم السفر بطريقة آمنة ونظامية ومنتظمة وزيرة الهجرة افتتحت خلال الفترة الماضية المركز الألماني لتجهيز من يرغب بالسفر بحيث يتعلم لغة ويتعلم مهنة تؤهله للسفر إلى الأوروبا لماذا لا نفكر في هذا الطريق؟ هم دائما يفكرون في الطريق الأسهل أننا حينما نذهب سنتعلم اللغة ربما ليس الطريق الأسهل برضو كما يعني هو يخيل إلي أنه الطريق الأسهل لكنه الطريق الأصعب أستاذ محمد الخزاز الصحفي والمتخصص في ملف الهجرة غير الشرعية نورتنا وشرفتنا وإن شاء الله كل التوفيق في المحاولات لكبح عمليات الهجرة غير الشرعية وفي مسارات للهجرة الشرعية ولكن يعني عايزة صبر وعايزة مجهود في تأهيل الأشخاص لنفسهم شكرا لخدمتك ويوم سعيد عليك إن شاء الله الله يصرف عليك مشاهديننا بكده نكون وصلنا إلى ختام حالة النهاردة في هذا الصباح بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وموضوعات جديدة حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء